بسم الله الرحمن الرحيم. انا وسهلا بكم مرة تانية. الحقيقة واحد من اهم الدروس اللي انت لازم تتعلمها في هي ازاي تقسم الشاشة بتاعتك علشان تستف فيها بتاعتك. مين المسؤول عن تنظيم على اللي هي معاك سواء او الحقيقة اللي بيقدر يساعدك في ده مجموعة من بنحطها تحت مسمى يعني على سبيل المسال لو عايز تعمل زي اللي قدامك ده. ده متقسم لاكتر من شاشة شاشة على الشمال وعلمين وفي النص وتحت وفوق. والجزء على الشمال متقسم جزئين والجزء اللي العلمين متقسم جزئين تاني وهكذا. فالحقيقة اللي بيساعدك في ده هو طب ايه هي بتاعت اللي الحقيقة هم تمانية ودول اول ستة منهم. اول واحد منهم على سبيل المسال البوردر لي اوت. البوردر لي اوت بيساعدني ان انا اقسم بتاعي حاجة بالشكل ده. اللي هو في جزء فوق وتحت وشمال ويمين وفي النص. وانت بقى بتحط في كل مكان الحاجة اللي انت عايزها. تقول له حط لي فوق كزا حط لي تحت كزا على الشمال كزا على مين كزا في النص كزا. وهو بيحط. طب الحاجة اللي هيحطها دي على حسب. لو هي على طول حطها لكن انت لسه عايز تقسم الشاشة تاني يعني الجزء مسلا على الشمال اللي عايز تقسمه كمان جزئين. يبقى لازم تحط مسلا والبانل دي تقسمها لسه جزئين تانيين وهكزا. الكلاس التاني هو الجريدلي اوت. الجريدلي اوت بيقسمها لك زي شبكة كده مجموعة من الصفوف والاعمدة. وبتكون المتساوي يعني على سبيل المسال عايز تعمل الزراير بتاعي لها الحسبة اللي هو الارقام والزائد والنقص ومش عارف ايه. لو هم مسلا تسع زراير فبتعمل فيها تسع فبيعمل كل الزراير جنب بعضها بنفس الحجم ونفس المسافات بالزبط. اما لو انت عايز شوية من حيث الحجم وكده فممكن تستخدم الجريد باجلي اوت بنستخدمها عشان برضو كتعمل مجموعة من الصفوف والاعمدة لكن الابعاد بتاعتها مش متساوية. ففيها شوية او ممكن تفرد مسلا سلع على اكتر من عمود او على اكتر من روء او كذا لسه هنشوف الكلام ده ان شاء الله. جميل جدا. عندنا ايه كمان? عندنا الفلو لي اوت. الفلو لي اوت ان انا احط بالترتيب ورا بعض. يعني انت ضفت اللي بعده على يمينه اللي بعد على يمينه لحد ما سطر يخلص وينزل يجيب من الاول. وده بتاع الجي بانل. وخلي بالك البوردر لي اوت هو بتاع الجي فريم. يعني انت لو لو سابت الفريم يتقسم يتحط في تبعا للتقسيمة بتاعته وهيحطها بالبوردر لي اوت بس البوردر لي اوت لازم تقول الكمبوننت هيتحط فين ولا هيحطوهم فوق بعض. اما بالنسبة للفلو لي اوت بيحطوهم ورا بعض زي الجي بانل وشوفناها قبل كده. الحقيقة اللي بعد كده هو البوكسي لي اوت والبوكسي لي اوت بنستخدمه علشان يعمل صف او عمود صف من الكمبوننتز جنب بعضها او عمود من الكمبوننتز جنب بعضها. الحقيقة عندنا كمان واحد مهم جدا اللي هو الكارد لي اوت. الكارد لي اوت بيسمحلك انك تحط الكمبوننتز فوق بعضها. واحد فيهم بس هيزهر وباستخدام معين تختار مين الكمبوننت اللي يزهر. يعني على سبيل المسال ممكن تحط هنا خمسة بنل وكل بنل فيها مجموعة من الايتمز وبتختار مين البنل اللي تزهر والباقي يختفي وهكزا ده اللي بيساعدك في الكارد لي اوت. وخلي بقى لك الابليكيشنز مش بنستخدم واحد من دول بس احنا بنستخدم ما بينهم او خليط ما بينهم. يعني على سبيل المسال المسال اللي قدامك ده كله متقسم بالبوردر لي اوت فوق وتحت شمال يمين في النص. اما الجزء ده في النص يعني ده يعني محتاج يتقسم لسه. فيتحط في بنل والبنل دي هتتقسم. البنل دي فيها صفين وعمود ودي نفس الموضوع. فممكن تعملها باستخدام البوكس لي اوت او باستخدام الجريد لي اوت وتعمل عدد الاعمدة بتحتك عمود واحد بس. فده كده بالنسبة لللي اوت احنا بنستخدمها مع بعضها علشان نعمل الشكل بتاع الابليكيشن الاخير. خلي بالك بقى في نوعين كمان تانيين بس الحقيقة مش انت اللي هتستخدمهم بشكل كبير. اي نعم انت مسموح لك تستخدمهم. لكن هما فيهم درجة من الفلكسابيليتي او المرونة بتساعد ان هي تشتغل. يعني على سبيل المسال انت زي ما قلت عن ده امكانية ان انت تشد زرار تحطه تشد تكست بوكس تحطه وكزا وتسيب ما بينهم مسافات معينة فهم عشان يبقى ليهم الفلكسابيليتي او المرونة اللي تساعدهم انهم يعملوا ده وفروا لهم ودول اللي بنستخدمه. طب انا بقى عايز ازبط اللي اوت بتاع حاجة معينة بقولها ازاي? بتقول اسم بتاعك سواء سواء او ايا كان اسم بتاعك سي مسلا كان اسمه كنتينر مثلا دوت. فيه ميسود اسمها سيتلي اوت. السيتلي اوت هتبعت لها ابجكت من واحد من الكلاسز اللي انت شفتها دي. اي واحد هتبعته لها هنا. يبقى هو اللي هيستخدم لتنظيم الكمبونانتز في الكنتينر ده. وده اللي هنشوفه ان شاء الله من الفيديو اللي جاي. شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله.